متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله حشرح موقع جديد من المواقع اللي ممكن تولد بها صور بالذكاء الاصطناعي او فيديو بالذكاء الاصطناعي وحنركز كمان على الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو موقع كيلينج اعذروني حيكون الشرح على الموبايل ايضا زروفه والله يخرج عن اراضتي بس انا حبيت ان انا يعني اطلع قدر الامكان ان انا اشارككم بفيديوهات جديدة على القناة حتى لو كان الاداء مش جيد زي ما عودتكم ولكن اتمنى ان الفيديو يكون مفيد للبعض ان شاء الله النهاردة هتكلم على كيلينج زي ما قلتلكم وكيلينج طبعا لو انت حتى بتشتغل من على الموبايل تقدر ان انت تروح تعمل كابي للينك اللي قدامك دلوقتي وتحطه عندك على البراوزر وتبتدي تشتغل به اولا زي ما قلتلكم كيلينج اي اي ممكن ان انت تعمل به اي 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 امجز وممكن كمان اي اي فيديوز ممكن فيديو اا ادوتور ممكن الاي اي اي امجز بتتعمل بواسطة حاجة مختلفة غير كلينج ولكن ايضا من خلال موقع كلينج ولكن الاي اي فيديوز بهورد باي كلينج اول حاجة هنجربها مع بعض وهي الاي اي اي امجز هنبتدي نشوف شكل الصور ونعمل ازاي هيطلب منك ان انت تخش تعمل sign up عمل ونبتدي نشوف ازاي هنبتدي ان احنا ننشئ الصور. هنا هبتدي ان انا اكتب البرومت او الامر انت عندك لحد الفين وخمسمائة كاراكترز تقدر ان انت تكتب بهم. فاكتب الوصف اللي انت عايزه في الامر. وكنا اتكلمنا من قبل الموضوع بسيط تقدر ان انت تحصل على امر احترافي بمجرد ما هتخش على شات جي بي تي وتقوله يديك اه تكست برومت لحاجة معينة انت عايزها. في الحالة دي مسلا انا هكتب برومت بسيط جدا. هنا لو انت عندك صورة عايز تستخدمها كريفرانس. الصورة اللي انت متوقعها بتبتدي ان انت ترفع الصورة دي جي بي جي او بي انجي وتبتدي ان انت تختار الاسبكت ريشو او الابعاد اللي انت عايزها للصورة وتختار النامبر اوف اميجز. انا هنا هيخلي النمبر اوف اميجز مثلا. اتنين. تلاتة اللي انا عايزاه. وحبتدي ان انا اقوله جي نريت. وطبعا احنا بنستخدم الفري اكاونت. وطبعا احنا بنستخدم الخطة المجانية فهنا هنستخدم حوالي 0.4 credits هبتدي اقول generate ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي بعد انشاء الصورة باستخدام CLING AI بيبتدي انشاء الصورة بالمنظر ده كده ادي الصورتين اللي هو عطهم لي انا شايفة النتيجة رائعة جدا وممتازة جدا زي ما انتم شايفين هنعمل download للصورة اللي resolution بتاعتها عالية اللي التفاصيل بتاعتها عالية اختار الصورة اللي تعجبك اكتر دي الصورة التانية زي ما احنا شايفين white castle بتقع على النهر وزي ما احنا شايفين كمان بتحاط بالمونتنز فالشكل حلو جدا وهي النتيجة مرضية من وجهة نظري يلا بينا نشوف الفري AI فيديو اللي powered by CLING AI نفسه حبتدي اروح AI videos وهنا حبتدي describe الحاجة اللي انا عايزاها اكتب بقى انت اللي انت عايزه وهنا الجوز المتعلق بستاتيج عندك creativity كل ما حتمشي كده creativity حتزيد او relevance للامر يعني ما ده متوقعتها للامر حتمشي الناحية دي انا خليها في النص بالمنظر ده standard mode او professional mode professional mode موجود في يعني لازم تكون عامل upgrade عشان تستخدم ال professional mode والstandard mode خمسة ساكند بس خمس ثواني بس اما في professional mode بيكون عشر ثواني وكمان لو انت حتى اخترت الstandard mode في وعايز تعمل extend ايضا لازم تكون في تعمل upgrade فانا دلوقتي هستخدم الstandard mode وخمس ثواني والaspect ratio من 16 لتسعة وهنا حركة الكاميرا انا عندي الكاميرا movement مثلا ممكن اختارها horizontal وحبتدي ان انا في negative prompt مثلا اقول مش عايزة اشخاص خالص في الصورة يعني هنا people ايه الحاجة اللي انا مش عايزها تظهر في الصورة وبتدي اقول له generate بيستهلك 10 credits ويالله بينا نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي طبعا هو في الفيديو بياخد وقت يمكن اكتر بياخده في انتاج الصورة ولكن انا شايفة بالنسبة لfree ai video وحتشوف النتيجة هتشوف النتيجة عاملة ازاي واني مركب يعني بتبحر في البحر الفيديو ممتاز جدا والجودة عالية جدا وعطاني النتيجة اللي انا عايزها انا بصراحة معجبة جدا بالجزء المتعلق بانشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي لان في مواقع كثير برضو هتديني انتاج صور بالذكاء الاصطناعي وزي ما قلتلكم مش هو كلينج اللي بيعمل الصور او مش باورد باي كلينج باورد باي شركة اخرى وايضا فيديو اخر كنت عملته بنفس الامر ممتاز جدا برضو النتيجة حلوة وبتبتدي ان انت تعمل download من هنا للفيديو زي ما احنا شايفين الووتر مارك موجودة على جهة اليمين في الاسفل مش مهم مش هيأثر خالص على انشاء محتوى باستخدام كلينج اي 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 وهنا عندك في التلات نقاط اما بتعمل delete الفيديو اما بتعمل report لو انت عامل فيديو الناس اللي بسألني دايما بتقولي عايز اعمل delete الحاجة على بلاتفورم انا يعني انشأت عليها فيديو معين انت هتلاقي اكيد خاصية delete موجودة عندك على البلاتفورم وفي الغالب بتكون التلات نقاط الموجودين جودة الفيديو عالية زي ما احنا شايفين والحركة سواء كان في الفيديو السابق زي ما احنا شايفين الفيديو ده او الفيديو التاني اللي انا جربته باستخدام نفس الامر الى حد كبير عطاني ايضا نفس الفكرة يمكن حتى الفيديو التاني هو البين قوي حركة الحركة الهوريزونتل الافقية للمركب في البحر انت بتحدد من الكاميرا موفمنت الحركة الخاصة بحاجة بتاعتك اللي انت عايزها العنصر نفسه وطبعا حرجة اقولك احنا هنا بنشتغل بشكل سريع انت ممكن تعمل ديسكريبشن للسين او المشهد بتاعك وصف للمشهد بتاعك عن طريق ان انت بتطلب ومنشهد جيبتي بديك وصف دقيق هتحصل على الحاجة اللي انت عايزها بشكل جيد وادق تالت حاجة موجودة عندي في موقع كلينج وهي لسه مش متاحة حاليا هو الفيديو ايديتور اللي شرحته النهاردة الخطة المجانية الموجودة في كلينجي اي والفيديو ايديتور كامينجي سون ان شاء الله لما ييجي قريب ممكن نطلع ان احنا نتكلم عنه زي ما قلتلك تقدر ان انت تروح تدوس على كوبي لينك وتاخد اللينك وتشتغل من على البي سي ديسكتوب وبعتزل مرة تانية ان انا بشتغل النهاردة من على الموبايل يمكن الموضوع شوية انتم مش متعاوزين مني ان تكون الشاشة مش واضحة كده انا شخصيا بفضل الشرح من على ديسكتوب علشان في بعض المواقع بيكون الانترفيس بيكون وزر فرندلي اكتر على البي سي زي هذه النوعية من المواقع زي ما قلتلكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو كنتم بتشفون الاول مرة وتاخدوا فكرة عن الفيديوهات الموجودة عندنا على القناة ان شاء الله تعجبكم ولو كنتم من متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشيروا الكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته